في النشاط ده بينوان اقرأ وأجب المناخ والطيران صفحة 45 بيقول ايه؟ يؤثر المناخ على الحياة الإنسانية والأنشطة الاقتصادية ومنها الطيران احنا خلالنا ان الانشطة الاقتصادية ممكن تبقى زراعة وصناعة وصيد وطيران هنا في مثاليها اللي هو الطيران فعند اختيار مواقع المطارات يجب مراعاة الظروف المناخية بحيث تكون هذه المواقع غير معرضة للضباب أو العواصف الرعدية أو الصحب المنخفضة كما يجب أن يعتمد تخطيط المطار والممرات الأرضية على اتجاهات الرياح السائدة بحيث تستطيع الطائرات الهبوط أو الإقلاع مع اتجاه الرياح ويجب على الطيار أن تكون لديه القدرة على تفسير الظواهر الجوية التي يصادفها ومعرفة اتجاه الرياح واحتمال سقوط السلوج أو أمطار في ضوء الفقرة السابقة في ضوء الفقرة السابقة أجب عما يلي رقم واحد استنتج أهم الأخطار المناخية التي يمكن أن تواجه الطيران ارجع كده للقطع بتاعتنا ها إيه الأخطار الموجودة في القطعة بص كده معي تكون هذه المواقع غير معرضة للضباب العواصف الرعدية الصحب المنخفضة وكمان يكون إيه قادر أن يتوقع احتمالات سقوط سلوج أو أمطار يبقى احنا هنا ممكن نكتب الأخطار عبارة عن إيه الضباب العواصف الرعدية الصحب المنخفضة سقوط السلوج أو سقوط الإيه الأمطار كل الحاجات ديت أختار بتواجه الطيران وممكن أن هي تلغي الرحلة أو تأجل الرحلة تقدر تتابع كل دروسك على تطبيق مدرستنا بلس مدرستنا المستقبل يبدأ الآن